قام وزير الإعلام والثقاف والسياحة معمر الإرياني بافتتاح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب وخلال حفلة الافتتاح شهد الإرياني بالقائمين على المكتب وجهودهم في تجهيزه للقيام بالدور المناطبه في خدمة أبناء وسكان محافظة مأرب منوها بافتتاح مكتب الخطوط الجوية اليمنية ولأول مرة منذ أكثر من 60 عام وأحاث إدارة المكتب على بدل الجهود لتقديم خدمات مميزة وتطوير وتحديث طرق تقديم الخدمات